مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات في هذا اللقاء الذي تنظمه المجموعة العربية للعالمية لطلبة علم النفس الإسلامي والذي نستضيف فيه الدكتور يوسف مصطفى مسلم مدير العام لمركز كلمة العلوم السلوكية والمعرفية لنكمل معه السلسلة التعليمية والتدريبية حول منهج الأمن النفسية في التعامل مع الكربو الأبتلاء وقد قدم الدكتور في اللقاء السابق في الحصة تصور التقييم في هذا المنهج واليوم سيكمل إن شاء الله في التدخل والنماء تفضل الدكتور بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ونسأل الله توفيرك في يومنا هذا نسأل الله أن يرفع عن أهلنا في غزة ما كان وأن يعوضهم خيرا وأن برضو يرفع عنا أي حرج من ناحية أنه قد نكون نقدم إحنا أقل القليل فنسأل الله أنه أيضا يرحمنا بأن لا نكون مقصرين طبعا إحنا يعني نلتقينا لقائين قبل اليوم وتحدثنا عن الأمنة النفسية وتحدثنا عن أبعاد مهمة في هذا المنهج واليوم نتابع المعذرة بس بدي إذا سمحتم دقيقة لأنه ابتداء السلايد من المحاضرة الأولى بصراحة كل هذه قطعناها إحنا سابقا اليوم إحنا هنا ف كنا تحدثنا عن كيف نبني تصور اتجاه الأمور اللي من الدخل فيها كمعالجين أو كمقدمين للدعم النفسي وأهمية التقييم وشكل التقييم وقلنا عملنا ينقسم إلى جزئين صفحة العلم اللي هو التصور والتقييم وصفحة العمل المباشر في التدخلات اللي من قدمها والنماء اللي هو التزكية وبالتالي بهمنا جدا أنه نعرف أنه في علة وهيئة للأفعال حكينا في محركات للإنسان الأمان العافية الفاعلية كل هاي محركات في داخلنا تدفعنا بشكل أو بآخر أنه نتصرف فتكون هناك النية أو النازع أو القصد اللي هي تدخل في مربع الإرادات هذه الإرادات هي اللي بتخلينا نتحرك إلى سلوك وقسمنا السلوك لطبيعي في سلوكيات طبيعية إرادية أو في سلوكات طبيعية هي يعني من طباع الإنسان وفي سلوكيات قصرية إجبارية غصب عن الإنسان تصدر وحكينا هذا نموذج ابن القيم أولا اللي يبدو يستزيد ويفهم التفاصيل أكثر إن كانت هذه المرة الأولى اللي بتحضر فبالتالي ارجع للمحاضرة الأولى وإن شاء الله المحاضرة الثانية ستلفع قريبا على اليوتيوب فتستطيع أن تذهب إلى التفاصيل والشروحات التي كانت على هذا الموضوع وقلنا نقوم نحن بالتقييم للسلوك من خلال سؤالين مهمين لما؟ ولما هي العلة للفعل؟ وكيف هيئة الفعل؟ وكان في سؤال جيد أجبنا عليه إجابة مهمة أن يطلع عليها كل من يقدم الخدمات النفسية لما سألت أحد الأخوات عن سلوك شخص فقلنا لها أنه أنت بتوصف الكيفية يعني لما بيجينا الأهل بيجينا زوجي بيجينا حدا بده يستشيرنا هل فلان عنده اضطراب ولا لا فماذا نقول له لما بيشرحنا عن سلوك فلان؟ طيب إذا فلان مش موجود الإشكالية عندي الآن أنا كمتخصص في مجال العلم النفس السريري وأيضا في العلاج النفسي أنه أنا الآن عرفت من خلالك كيف يعني هيئة الفعل، شكل الفعل، شكل السلوك لكن لم أعرف لما ولما اللي هي علة الفعل، أسباب الفعل، محركات الفعل لا يمكن معرفتها إلا من خلال تقييم الشخص بشكل مباشر لأجل ذلك تقييمنا يكون بين لما وكيف وحكينا هذه السلوكيات، هناك السلوك الإرادي أو الطبيعي وهناك الطبعي، والسلوك الطبعي هو عادات طباع معينة والشخص يقوم بها بشكل تلقائي وهناك السلوك القصري، هو مش بس تلقائي يجبر وكأنه الإنسان مجبر على عمله، مثل الوسواسطة فلما حبينا نعرف عن هيئة السلوك حكينا أن السلوكيات اللي بنحاول نتعامل معها غالباً، أكيد هي السلوكيات اللي صار فيها خروج عن الاعتدال يعني لم يعد هذا السلوك بشكل أو بآخر معتدل بكميته المناسبة فخرج عن الاعتدال فحسب ابن القيم، لما بكون الأمور خرجت عن الاعتدال سواء من ناحية الصحة الجسدية أو صحة القلوب لأن الأمر النفسي بالنسبة لنا في مدرسة المفاهيم النفسية الإسلامية تابع لصحة القلوب فهذا الفساد يلحق بإدراك وحركة القلب الطبيعي إدراكنا مرتبط بالقلب حسب مدرسة المفاهيم النفسية والحركة النابعة عن ذلك لما بتدرك الأمور تتصرف بطريقة معينة فأي فساد بالحق بطريقة إدراك القلب وحركة اتجاه الأمور هذا معنى أنه خرج عن السلوك الطبيعي فإما أنه طباع لا يستطيع السيطرة عليها أو صار سلوكاً قصرياً مرضياً لا يستطيع أو لا إرادة له بتعديل وبالتالي لما متحدث إحنا سواء عن الطباع الصعبة أو السلوكيات القصرية نيجي إلى ثلاث نقاط أساسية ذكرها ابن القيم وقاس عليها فساد الجسد بفساد عمل القلب وكلمة فساد هي أحياناً تستخدم كتعبير عن اختلاف الوضع اللي ممكن يقابلها في المصطلحات الحديثة اللي نحكي حالة المرض أو الاضطراب رغم أنه استخدموا اضطراب لكن لما بيحكوا فسد فسد فمعنى خرج عن الطبيعي فالفساد اللي بيلحق بإدراكه وحركته الطبيعية وجدوا أنه مثلاً في ذهاب للإدراك بالكلية يعني القلب لا يدرك بالكلية المسائل وبالتالي هذا زي حالة الفصام بحالة الفصام الشخص بيكون بحالة من يعني إدراك مغاير للواقع أو عنده مشكلة أنه إدراكه غير مرتبط بالواقع فعنده إدراكات غريبة ذات هيئة غريبة فممكن الفساد يلحق بالإدراك والحركة كلياً فيذهب بالإدراك فلا يستطيع الشخص إدراك الأمور والمحيط وما يحيط به أو ما يتعلمه أو ما يعرفه أو يعني يفقد ارتباطه بالواقع كلياً في المقابل فيما يلحق بالإدراك والحركة من ناحية النقص فبيصير نقص للإدراك لضعف في آلة الإدراك يعني طريقة إدراكه فهمه استيعابه تصوره للأمور بيصير فيها إشكالية لكن الإدراك الإدراك فيه نقص لكنه سليم عموماً فيه استقامة في إدراكه لكن فيه نقص لكنه ما عنده مشكلة كلية في الإدراك فيه نقص في هذا الإدراك كأنه راحت شاشة المشاركة مسموع نعم موجودة العفو لأنه طيب فنقص في الإدراك كما قلنا لضعف في آلة الإدراك مع استقامة الإدراك مع استقامة الإدراك وبالتالي هذا في حالة الاكتئاب أو القلق يعني لما يكون الشخص فيه يعني إشكالية في طريقة إدراكه للأمور في القلق نجد أنه الشخص يدرك الأمور بطريقة مبالغ فيها يبالغ بطريقة زي ما يقال في العلاج المعرفي السلوكي بطريقة كارثية يبالغ بها وفي الاكتئاب يدرك الأمور بطريقة تشاؤمية فيها نوع من الأسى والتأسي فبالتالي فيه نقص تبع هذا الإدراك لأنه هو عنده إدراك فيه استقامة بإدراكه لكن فيه نوع من النقص من ناحية المبالغة أو التهوين لأنه نحكيحنا عن تهوين أو تهويل يهول يكبر يضخم من الأمور أو يهون ويتعامل مع الأمور بطريقة فيها منقصة دكتور شكرت المايك حضرتك آه تمام وأيضا فيه عندنا نوع من الفساد اللي هو فيه إدراك الأمور بشكل خلاف ما هي علي خلاف ما هي علي وهذا موجود في الوسواس في الوسواس بيكون الأمر مثلا هذا الشيء نظيف لكن أنت تدرك أنه بإدراكك تتصور أنه غير نظيف ما قمت به كوضوء كافي لكن إدراكك وتصورك للأمر أنه غير كافي ما يحصل معك يكون مثلا شيء مناسب لكن أنت تدرك أنه لازم تقوم بالأشياء بشكل أكثر لأنها غير مناسبة بس دقيقة لأنه الشاحن إذا أردت بالشاحن تمام فهذا ما يحصل مثلا في الوسواس إنه إدراكك للأمور تصورك فهمك استيعابك لها مخالف لما هي علي فتدرك الأمور اللي هي مثلا الطاولة نظيفة لكن تقول إنها غير نظيفة الوسواس يقول لك إنها غير نظيفة بالتالي هذا التمييز مهم جدا لأنه هذا مدخل للتدخلات اللي بنا نقدمها ممكن يجي شخص ويقول لي طيب إحنا حكينا إنه منهج الأمنة النفسية مختص في تقديم الدعم النفسي اللي منحاول نميزه شوي 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 إنه هي زي ما حكينا المحاضرة الماضية هي طبقات أو هيئات أو أشكال من تقديم الخدمة النفسية تبدأ من ناحية الإسعاف العاطفة اللي هو الطمأنينة ثم الدعم النفسي ثم الإرشاد النفسي ثم العلاج النفسي فأي حد أبدو يقدم هذه الأشياء هاي ضرورات يعرف عنها ومهمة حتى يعرفها حتى يعرف فيما بعد لما أبدو يعمل التدخلات اللي بنحكي عنها اليوم ليش إحنا بنعملها وبأي شكل بنعملها كان هذا النموذج من النماذج المهمة وهو نموذج العمل يعني نموذج عمل رئيسي بالنسبة لنا ما تتميز به مدرسة المفاهيم النفسية الإسلامية إنه إحنا يعني كل ما يخص ما نعمل عليه تحول إلى نماذج ومن خلال هذه النماذج التصورية نسير سواء في التصور لقبيعة السلوك البشري أو طريقة التقييم والتشخيص للسلوك ثم طريقة التدخلات وأيضا في الاستمرار في النماء فهذا ما يميزها إنها هي فيها نماذج في هذا النموذج الأساسي اللي هو نموذج الإرادة والعمل القائم على الغاية اللي نهدف نعمله إحنا سواء كنا منقدم دعم أو إرشاد أو علاج إنه بدنا يتحرك السلوك في مساحة العمل يعني من الشخص يسعى حتى يعمل شيء لكن منعرف إنه حتى تسعى لتعمل شيء صعب إنك تسعى لعمل شيء إذا ما كان فيه إشي حركك فالمحرك وأهم المحركات بالنسبة لنا زي ما حكينا يعني في البداية هذه المحاضرة وفصلنا في المحاضرة السابقة الصحة، الأمان، الفاعلية هذه المحركات الكبرى وهاي غاية يبحث عنها كل إنسان كل إنسان يعني إذا بننشوف شو غاياتنا سنجد إنه هي في ثلاث دوائر إما بتكون غايتنا تحقيق أعلى درجات الصحة الجسدية والنفسية أو إذا فيها إشكالية إنه نعالجها من غايتنا إنه نكون في أمان إحنا والناس اللي حوالينا في أمان مادي، في أمان معنوي في أمان واستقرار عموما فهذا يعني إذا نقص نبحث عنه ونحاول أن نحققه حتى الناس بتحاول تستزيد أحيانا المستوى الأمان الأمان المادي بحاولوا يزيدوا من أمانهم المادي مع المد وأيضا الفاعلية وهي يعني الرغبة في إنه أكون منتج، منجز عندي كفايات مهمة في حياتي والإنسان إذا جلس وكان في حالي من العجز فبالتالي يتعطل لأجل ذلك الفاعلية اعتبرناها دائرة مهمة جدا في المحاضرة الأولى ذكرنا من وين إحنا استنبطنا هذا الكلام وعلى أي أساس قررنا إنه المحركات عند الناس هي الصحة والأمان والفاعلية لكن لما منيجي لهذه الثلاثية ما المعنى لها وكقيمة بالنسبة لنا في حياتنا بماذا هي مرتبطة؟ لأجل ذلك اعتبرنا الغاية أو البربس تحديدا كيف نربط هذه الثلاثية كل ما ربطت بالله عز وجل كل ما كان فعليا هذه الغاية أقوى وأعمق وأسمى حتى نتحرك حتى لو كان عندك محركات المحرك عادة غير كافي للحركة وهذه قاعدة يعني لو إجينا وشفنا السيارة السيارة المحرك لوحده حتى لو اشتغل يعني أنت بتشغل السيارة فهذه السيارة اشتغل الماتور لكن هل تحركت السيارة سواء كان هذا المحرك كهربائي أو هذا المحرك على البنزين بغض النظر هل تحركت السيارة؟ لم تتحرك إيش اللي بيحرك السيارة؟ في شيء وسيط اللي هي التروس سواء كنتوا يعني بمصر بيسموه في تيس إحنا بنسميه غيار تمام الترس اللي هو اسمه باللغة العربية الترس تمام لما بتحرك الترس فإنت بتخلي المحرك يرتبط بالترس فيدور فيؤدي إلى الحركة فما بين المحرك والحركة لازم نعرف إنه في عندنا الإرادة والإرادة هون شوي بتختلف عن المعنى الشعبي الممكن يخطر للناس لأن الإرادة بالنسبة لابن القيم هي الإرادات الإرادات الداخلية نازع قصد إرادة إنت دائماً مشان تعمل شيء لا يكفي إنك تحب تعمله أو ترغب بعمله في إرادة معينة هاي الإرادة اللي هي ممكن تكون رغبة قوية إنك تعمله نية قوية إنك تعمله فهذه إذا توفرت تتحرك من إنه كون المحرك فقط اشتغل فالترس الآن بلش يؤدي إلى الحركة ولما نتحرك إحنا نتحرك من خلال الجوارح نتحرك من خلال الجوارح والجوارح في الشريعة هي اليد والرجل والفم واللسان والعين والأذن والفرج لماذا؟ لأن هذه لها حركة يعني حتى لها حركة وهي أسباب إما في كسب الخير أو حتى في المعاصي اللي ممكن تقع من الإنسان لأنه اليد تجترح والرجل تسير للأمور والفم بالأكل والشرب بأكل الحلال أو أكل الحرام واللسان بما يقول والعين والأذن نعرف إحنا عن غض البصر وغض السمع وأيضا إشغال البصر بماذا؟ اللي هو إطلاق البصر أو إطلاق السمع تمام؟ والفرج معروف إنه يعني من الأمور المهمة سواء في أن يكون حلا للإنسان فيكون بالحلال ويكون التناسل أو يكون بالحرام فهذه من المعاصي الكبرى فلأجل ذلك حتى نتحرك أو تتحرك مننا هذه الحركات هي قائمة زي ما حكينا على الجوارح في عنا وسيط في عنا وسيط فمثلا إذا كانت المحرك لك الصحة فالقصد بيصير عندك أن تحافظ على صحتك عندك ألم في معدتك فتسعى بالقصد أنك بدك تعالج هذا الألم فتسعى بكل هذه الحركات اللازمة من خلال أنك تمشي حتى تحصل على الدواء تتكلم حول ما يعني الشيء اللي صار معك وتسعى في علاج نفسك واضح؟ هذا النموذج يعني سأعذر للناس إن كان شوي يعني صعب عليهم لأنه فعليا في كثير تفاصيل لسه تحت هذا النموذج وكل محور من محاور هذا النموذج لكن بالمتاح لنا من الوقت نحاول نطرح إحنا يعني الأفكار الأساسية حتى تكون الأفكار الأساسية بين أيديكم بعدين مين بيحب يستزيد من أي تفصيل بشكل أكبر ممكن أنه نعمل محاضرة تفصيلية أو محاضرات تفصيلية لمواضيع محددة جدا سواء كان نموذج ونفصل تفصيل عميق وكيف نستخدمه أو غير ذلك تمام فما يحصل حقيقة حسب ابن القيم إنه لما أنا كمعالج بدي أتعامل وهو قاس الطب الجسدي على طب القلوب فقال في كتابه إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان محل نظر محل نظر الطبيب وهو بيعتبر أنه المعالج طبيب للقلوب يعني المعالج في الأمور النفسية طبيب في القلوب فمجرد أنك أنت تدعم الناس تتحدث معهم كأنك طبيب للقلوب فهدف العلاج هدف العلاج حسب محل نظر المعالج إما أن تحفظ القوة أو أن تساعد هذا الشخص في الحمية عن مؤذي أو أن يستفرغ الفاسد واضح؟ ورايحين نشرحهم واحدة واحدة بالتفصيل لأن التدخلات هي في واحدة من هذه الدوائر التدخلات العلاجية إيش اللي بنعملوا؟ هي تابعة لهذه الدوائر فحفظ القوة بداية واللي هو أول شيء لازم نفكر فيه دائما مع الناس كيف نحفظ مكامن القوة يعني الناس أحيانا بتروح بتعالج الإشكالات اللي عند الإنسان علما أن التوجه الأول الأصل وين مكامن القوة هي اللي بدك بداية تؤكد عليها وتحفظها فحفظ القلب وتنمية موارده وحفظ الإيمان بالعلم والعمل فتنشغل فيما ينفعك وتفكر فيه وتقصد وتسعى له في كل عمل حتى يصبح عادة هذا حفظ القوة طيب شو يعني هذا الكلام؟ إذن هدفي أنا كمعالج كتطبيق علاجي أنا بدي أحفظ القوة مثلا عندي شخص جائن عنده بعض الإشكاليات لكن في أمور في مكامن عنده جيدة جيدة فبداية أنا بدي أكد عليها أنه هذه الأمور عندك جيدة مكتملة انتبهلها نميها تمام فهذا ما يدخل سواء في التسكية أو في باب حفظ النفس تحفظ نفسك أنت ما شاء الله مثلا فيك بعض الأشياء فاحفظها ونميها فهذا الحفظ دائما في العلاج بيكون من خلال تحسين كمية هذا الأمر أو نوعيته تحسين كميته أو نوعيته كيف؟ في علم النفس الحديث بيسموها تدعيم المصادر الذاتية سواء الكفاءة نحن منضيف العقيدة والإيمان القناعات الأمانة اللي عملنا بندرس فيها وما يعني مكامن الأمان الفاعلية اتجاه الحركية والقدرة على العمل فتدعيم المصادر الذاتية إذن دوري كمعالج أفكر دائما كيف بدي أحسن كمية الكفاءة ونوعيتها لأنه شو بيختلف الكفاءة عن الثقة؟ يعني قد تكون أنت إنسان يعني ثقتك بنفسك مهزوزة جدا لكن في جانب من الجوانب تشعر بكفاءة عالية مثلا تتكلم الإنجليزية بطلاقة فإنت لما بتتكلم بالإنجليزية أو مثلا بتدرس رياضية فلما بتبارس مهنتك تشعر بالكفاءة لأجل ذلك بعض الناس اللي عندهم إشكاليات في الثقة بالنفس بيصير عندهم اللي بيسموه اليوم اللي هو إدمان العمل سبب إدمان العمل أنه هو يجد نفسه في العمل خارج العمل يشعر أنه هو مهزوز مش قادر يتواصل بالشكل المناسب لكن في عمله هو مبدع ومنجز ومنتج وفي تغذية راجعة دائما قوية لعمله فمنلاقي الكفاءة في العمل العالية فتدعمه فبيصير بده يكون دائما في دائرة الكفاءة فبده يضل في العمل فهون هدفنا بحفظ القوة أن نحسن كمية ونوعية مثلا الكفاءة أو نحسن كمية ونوعية الفهم للعقيدة والإيمان أو نحسن من كمية ونوعية القناعات الدائمة إذن هي موجودة للأساس موجود لكن نحسن من الكمية والنوعية لأنه التغيير فيه تغيير نوعي في نوع الشيء أو فيه تغيير كمي بدرجة الشيء أن يزيد أو نحسن من كمية ونوعية الشعور والإحساس بالأمنة أو نحسن من كمية ونوعية الفاعلية في حياة هذا الإنسان فيه عندنا هذا المصادر الذاتية وفيه المصادر المحيطة المصادر المحيطة كل حد فينا حواليه مصادر المحيطة أسرته ومجتمعه فيه شيء منسميه دوائر فاعلة شيء يعني دوائر فاعلة؟ الإنسان مهما تعطلت حياته ستبقى هناك دوائر فاعلة في حياته وهذا أحياناً اللي بنعمله لما بيجينا الشخص لما بنشتغل على هذا المنهج بيجي بيشكو من تعطل شيء في حياته فمنسأله إيش الأشياء اللي ماشي بحياتك جيداً؟ خلينا لفترة نركز على الأشياء الماشي جيداً ونمكنها في حياتك ليش؟ المبدأ حفظ القوة فلما أنت بتخلي الشخص ينتبه لدوائر الفاعلية اللي في حياته الدوائر الفاعلة ويركز عليها وينميها هذا بحد ذاته يساعده يصبح سند نفسي له فيساعده أكثر على إذا كانوا يعالج مشاكله مثلاً أعطيكم أحد الأمور أحد النساء راجعتنا لأنه في إشكاليات كبيرة مع زوجها وزوجها يعني عنده سلوكيات سيئة بالإضافة أنه هو مدمن وكل مرة يعني بتحاول وبتحاول وبتحاول ومسنين هي كل همها كيف تصلح زوجها فالفكرة لما جاءت لنا سألتها قديش إليك أنت على هذا النهج بتحاول دائماً تصلح زوجك والتابعي وتحكي مع أهله الدخلي المصحة كل مرة بزيد الإدمان ومهم ما في أمره يعني من سنوات من سبع ثمان سنوات تمام قديش في المقابل أنت معطيه اهتمام لدوائر موجودة في حياتك أهلك أولادك والناس اللي حواليك تكتشف أنه هي دوائر الفاعلية اللي بحياتها معطلة تمام؟ لأنه الدائرة دائرة المشكلة دائرة المشكلة والتركيز على المشكلة هو الماخدها تركيزها على دائرة المشكلة فصار الفكرة أنه إحنا إذا بنعالج المشكلة هذه اللي عمالك بتمر فيها بداية إحنا منا ننمي ونزيد كمية ونوعية دوائر الفاعلية فمنا تركزي على أولادك هل تستطيع إلى شهر تنسي موضوع زوجك ومشكلة زوجك طبعا تنسيها مش كليا بس قصدي أنك تركزي على الدوائر الجديدة فحددنا دائرة عيلتها مسرتها وأولادها بعد فترة لما جاءت هي نفسها تحكي لك أنا كيف كان غايب عني كل هذا الأمر وعلى الجانب مشكلة زوجي لهاي الدرجة أنا فعليا اللي صار كان في شعور جميل لكن برضو كان في شعور بالأسى والندم أنه فات الوقت بشكل كثير كبير وأنا كل همي كيف أصلح زوجي وانسيت أنه في دوائر أخرى في حياتي طبعا انتباه لدائرة الفاعلية أو دوائر الفاعلية بحد ذاته هو اللي بيخلي أي حد فينا لما بتنتبه أنه في دوائر فاعلية وبلشت الأمور تكون أحسن في حياتك نوعية حياتك أحسن في بعض الأمور هذا يساعدك على احتمال التحمل للمشكلة وهلا بنرجع للدوائر اللي أنتو شايفينها الصغيرة شو شو اللي بيفلق فيها ليش أنا واضح اللي هي الفهم والتحمل تمام أيضا التواصل تحسين ورفع من الكمية والنوعية للتواصل والصلة فيه يعني هذا ليس مكان ذكره اليوم لكن لو تكرموا علينا الإخوة سنقدم لكم منظور مهم في الأمن النفسي وهو الناس كلها بتحكي عن التواصل إحنا بنحكي عن الصلة إحنا بنعتبر أن الصلة هي أساس التواصل موضوع التواصل ركزوا عليه لأنه الناس عمالها بتستورد هذا العلم وللأسف معظم طلابنا بيقرؤوا كتب التنمية البشرية فكثير تأثروا بموضوع التواصل كيف تتواصل كيف تحسن الكميونيكيشن مع الأولاد اللي اكتشفناه من خلال بحثنا في موضوع الأسرة وأعضاء الأسرة أنه الإشكالية على الأغلب هي مش التواصل الإشكالية في الصلة في الصلة في العلاقة فلما أنت بتشتغل على الصلة بشكل صحيح تقدر فيما بعد تبني نوع من التواصل بس إيش فايد التواصل إذا ما في صلة درب الأهل على التواصل فالغرب كثير يعني موضوع الكميونيكيشن والتواصل يعني ما أخذ منه لكن زي ما حكينا الصلة وهي مستخدمة شرعا يعني صلة الرحم صلة الأقارب مستخدمة شرعا ولها ضبط شرعي إن شاء الله إذا أحببتم ممكن أنه نفرد له محاضرة أنه بيستاهل محاضرة كاملة لأنه فيه يعني مفاتيح مهمة كيف أنه علاقاتنا مع أولادنا أو العلاقة الزوجية أو كثير من الأمور تكون أحسن لأنه الصلة هي الحل والأداء التعاوني الأداء التعاوني لما أنا بفهم كيف أتشارك مع الناس واحدة من الأشياء المحزنة حقيقة سألت عدد من زملائي وقلت لهم يعني كم شخص من الناس اللي في التخصص النفسي شايفين إلوه مبادرات الملاحظة إنه غالب طلابنا وخريجيننا وحتى أساتذة ما إلهم مبادرات في الأوضاع الحالية وهذا محزن من أي باب من باب إنه معقول يعني طلع هذا التخصص محصور إما في دائرة الأكاديمية إنه يدرس للناس أو في دائرة تقديم خدمة العلاج النفسي والدعم النفسي معقول وحتى الناس يعني في تقديم هاي الخدمة مش عارفين يقدموها بالشكل المناسب لأنه يعني كثير من الناس مش مدربين عليها بالشكل المناسب أو خايفين يدخلوا لأنه ما عندهم الثقة إنه بقدروا يقدموا هاي الخدمة بالشكل المناسب في ناس طبعا عندهم تبعون التنمية البشرية وغيرها عندهم ثقة زيادة عن اللزوم بدوا يغير العالم في الميديتيشن المهم ثم سألت سؤال آخر كم حدا من الطلاب بعت لك وسألك واستشارك أستاذنا الكريم أستاذنا ماذا نفعل كيف نفعل لماذا نفعل ماذا تنصح أو كم شخص من طلابك أو الخريجين اللي كانوا حواليك أو من تدرب على يدك تحلق حولك وقال لك تعالي عمي بنا نشتغل سويا انت ارشدنا ونحن بنا نشتغل معك معظم الأساتذة قالوا لي ما صار هذا الكلام للأسف وهذا يعني اندلل على شيء فيدل أنه في عنا إشكالية في الأداء التعاون في التخصص وإشكالية كبرى في المشورة في التخصص لأنه واضح أنه الناس أو يعني المتخصصين ما بيعرفوا أنه لسه يعني عدد منهم ما بحكي الكل بس عدد لا بأس فيه أن يتحلقوا حول الناس اللي بتقدر تقدم ويستشيروهم ويشور عليه هذا الشخص فيرتب أعمال كثيرة وإحنا بدل الأستاذ في مئات الأساتذة من زملائنا من أفضل الناس من الناس اللي لو تحلق بعض الناس حولهم استشاروهم سمعوا منهم ممكن يرتبوا لهم أعمال ويكون فيه هناك أداء تعاوني حقيقي ومنتج العرب تميزت طول عمرها بطبع المشورة المشورة فكان دائما يشاور وهذا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام من سنته كان يعني يشاور صحابته يشاورهم في الأمر وشاورهم في الأمر تمام فالشورة عمالها شوي شوي تنعدم لدرجة العدم في حياة الناس وهذا اللي بيخلي الناس فرادة وحيدين محبطين لأنه مش عارفين فنيات الأداء التعاوني طبعا إحنا منحكي عن أنا ضربت المثال على اختصاصنا حتى نستفيد من المثال لرغم أن الأداء التعاون إحنا من النميه عند الناس اللي بنشتغل عندهم فإذا لم نستطع ولا نعرف قواعد الأداء التعاوني بخصوصنا إحنا في تخصصنا وكيف نكون سوا إذن صعب نقدر نعلم للمراجعين والناس اللي إحنا نقدم لهم الخدم طيب إذن في حفظ القوة لدينا خمس بنود أساسية الفهم التحمل الدفع كيف تدفع الشيء عنك كيف تدفع الحزن كيف تدفع القلق كيف تدفع التوتر أمور عادية أنا ما بحكي عنها كحال مرضية والدافعية كيف يكون لديك دافعية حتى يكون لك همة في عمل الأشياء الشيء اللي إحنا منضيفه ومهم جدا وهذا من أدبيات ابن القيم مقابل الدافعية منحكي عن الجاذبية أكيد مش الجاذبية الأرضية في شيء مهم في السلوك البشري وهو جاذبية الأشياء للإنسان الأشياء لها جاذبية معينة اللي بيسموه اليوم مش دقيق بس يعني أقرب شيء في مسميات اليوم الشغف لماذا تكون شغف بشيء من جاذبية لك أو في جاذبية نفسية تجاه فيحرك الدافع وهذا مصطلح مهم وبناء كثير في السلوك برضو له بنود مهم نرجع ونشكل حفظ القوة حتى ندعم المصادر الذاتية الكفاءة والعقيدة والإيمان والقناعات والأمنة والفاعلية إحنا بحاجة إنه نستطيع نساعد الشخص على إنه نفهمه هو كيف فاهمها هو كيف فاهمها ونطور أيضا نحن معه فاهم مناسب لأنه نحن نحكي عن حفظ القوة ثم نساعد في التحمل اللي هو المصطلح الشرعي لإله الصبر الصبر ثم نساعد الشخص أيضا في فهم الدفع كيف يدفع بعض الأشياء من هذا الدفع أحيانا الوسوسات اللي بتيجينا أنا ما بحكي عن الوسوسات القهر الوسوسات اللي بتيجينا وإنت شغال على شيء بيبلش يخترب بالك بجوز ما ينجح بجوز ما يزبط مش هيزبط الموضوع مش هتكون الأمور كويسي كيف تدفع وكيف تتزود بالدافعية في داخلك كيف يكون دافعك قوي ويحركك وكيف تجعل للأشياء جاذبية قصة الجاذبية وين لما بتيجي بتحكي إلى شخص مجتهد جدا في دراست وعلمه لكنه بظل يشكو من إنه هو مش قادر يلتزم بالصلاة على وقتها في طريقتنا العلاجية نحن نظن إنه الإشكالية عنده في جاذبية الصلاة يعني هو جاذبية جاذبية الدراسة لأداء الإنجاز لديه أعلى من جاذبية الصلاة فبعطيها أولوية وجاذبية الصلاة ليست بالدرجة المناسبة حتى يكون الشخص يلتفت إليها ويتبعها ويجعلها أولوية فموضوع الجاذبية كما قلنا موضوع مهم أساسي عميق في إنه كيف نخلي الشخص يصبح عنده شغف في أمر معين يرتب أولوياته فأنت تنجذب بالأمور اللي بتحبها وأنا هون ما بحكي عن قانون الجذ تمام أو قانون الجذبان أنا بتحدث عن جاذبية الأشياء لك اللي بتخليك تحبها ترغبها تريدها وأيضا إذا ندعم المصادر المحيطة الأسرة والمجتمع دوائر الفاعلية التواصل لأداء التعاون دائما الفهم يسبق كل شيء أن تفهم أنت وأن تفهم وجهة نظر هذا الشخص اللي عندك ثم تدفع إلى التحمل لأنه أي عمل بيحتاج لتحمل أي عمل بيحتاج لصبر لأجل ذلك في صورة العصر لما قال رب العزة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لماذا تواصوا بالصبر لأنه الثلاث التي سبقت أي عمل الطاعة العبادة دفع المنكرات عمل الخير كله يحتاج إلى صبر وتصبر فالتحمل أساسي في السلوك البشري والناس اللي دائما بتنجز وبتنتج نجد أنه درجة التحمل صبرهم على الأمور أعلى والقدرة على دفع الهواجس التي تأتي لنا مشكلة معظم أعمالنا في حياتنا هي هواجس الهواجس اللي نهوجس فيها والهاجس هو خاطر مرافق بإحساسات جسدية الخاطر في ذهدك تمام في ناس في ناس هيعترض أني أنا بأشر على راسي في الدهن لأنه بيقول في القلب لكن هي عملية تآذر ما بين القلب والدماغ حقيقة رغم أنه توصف في الشريعة أنه مدار الخواطر والهواجس هو القلب فالدافع أن تدفع عن نفسك دائما هواجسها أي حد فينا لما بيبلش بأي شيء مش هيزبط مش هينفع ممكن ما يكون مناسب إذا مشيت لفترة ممكن بالفترة الجاي ما يزبط فبتضل هذه الهواجس تدفع فيك أن تبتل لأجل ذلك هون بيجي العمل على الدافعية كيف تصبح عندك دافعية لهذا الأمر والأمر اللي بدك توصله أن يصبح فيه جاذبية لأجل ذلك تجميل الإيمان تجميل الصبر تجميل الحسن الصبر تمام يجعل جاذبية للأمر القصد إنه وذكرت في الشريعة وذكرت في السيرة النبوية كانوا يرغبون يرغبك بالأمر فيرغبك بأجر الجهاد يرغبك بثواب الصبر على موت عزيز يرغبك بالجنة فهذا الترغيب هو اللي بيخلي فيه جاذبية للأمور فيصبر الناس أهل غزة أهل غزة اليوم جزء كبير من صبرهم ودافعيتهم لكل ذلك هو جاذبية ماذا ثواب ثواب الرباط وثواب الشهادة والشفاعة فتحول تحول موضوع الفاعلية عندهم لفاعلية داخلية أنت حقيقة في نوع من العجز أنا بحكي كشعب في نوع من العجز لأنه تقصف فتحاول تتخبى ما فيه مكان آمن للعلم جزء من طريقة العملية هذه هي إذا بننا نفسرها نفسيا هي إدارة للعجز المتعلم محاولة أنه يخلوا في عجز متعلم لكن ما توقعوا هذا العدو ما لم يتوقعوا أنه في طريقة فاعلية أخرى تحركت في داخل الناس لجاذبية الآخرة فتحولت فاعليتهم أنا مش قادر أحمي حالي سلمت أمري لله بدي أكون شهيد في سبيل الله ومن يذهب من أهلي فهو شهيد في سبيل الله فجاذبية الترغيب في الأجر والثواب والصبر على ما حصل وهاي أساسية ومهمة وعميقة في موضوع الأمل النفسية فتدعيم المصادر المحيطة من خلال فهم ما يحصل التحمل الدفع لكل الهواجس الدافعية تجاه تجاه الاستمرارية وبذل الجهد والجاذبية لما أقوم به مهمة جدا هون بيجي النقطة الثانية وهي محل نظر المعالج فتكون الهدف العلاجي الحمية عن المؤذية يعني الآن أنا مش بدي أحفظ قوة المراجع في أمور يتعرض لها وهي مؤذية فهي التجنب لكل إثم ومؤذي والامتناع عن كل ما يضر والابتعاد وعدم الاقتراب طيب ما معنى ذلك إحنا بنقصد في الجانب النفسي لأن المؤذي قد يكون مؤذي جسدي أنت ما بتستطيع أنك تبتعد عنه إيش الهدف الأساسي الآن في التطبيق العلاجي بدي أعمل حمية هدفي حمية عن المؤذي طيب إيش المشكلة تأثير كمية أو نوعية الأشياء اللي عمالي بتعرض لها الأمور المؤذية لي نفسيا الناس عمالها بتحكي أشياء تحبطني الناس بتقول هدول الناس مش هيقدر يصبروا في كلام حولي بخليني أشعر أنه خلص الموت صار قريب بالنسبة لنا كل ذلك فلأجل ذلك هنا الحمية عن كل ما يؤثر بسوء بداية على إيش على المصادر الذاتية إحساسي بالكفاءة أو على القيدة أو الإيمان أو على القناعات أو الأمنة أو الفاعلية أو كل ما يؤثر بسوء على المصادر المحيطة الأسرة والمجتمع دوائر الفاعلة التواصل الأداء التعاوني هذه أمور تؤثر على ذاتي أو محيطي وبالتالي هدفي الآن في التطبيق العلاجي كيف أستطيع أن أساعد الشخص بأنه يصير في عنده حمية عن المؤذي طيب هل هذا نقدر نعمله بالمطلق حسب الظروف أحيانا غير متاح لكن الحد الأدنى أو أضعف الإيمان أضعف الإيمان من رأى منكرا فليغيره بيده تمام تشفت منكر بدك تحامي تحمي عن هذا المؤذي تحمي الناس وتحمي نفسك غير بيدك فإن لم يستطع فبلسانه احكي على الأقل عبر إن كنت تستطيع أو بالآخر فبقلبه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان على الأقل بقلبك وفعليا أحيانا تستطيع أنه الحمية عن المؤذي بيدك أمور تغيرها بيدك تمنع عن الناس تطرد عنهم شر كبير على الأقل الآن أنت مش قادر ترد العدوان عن أهلنا وحتى أهلنا لا لحظة مش قادرين ردوا العدوان عن أنفسهم اللي بيصير يوميا لكن بيدهم قدر الإمكان أنه يتحموا من هذا المؤذي بالأداء التعاوني فيخففوا هذا الأثر ويخففوا عن أنفسهم فإن لم يستطع فبلسانه هذا اللي إحنا قاعدين بنعمله إحنا اللي خارج الأرض المحتلة نحاول أنه نعمل حمية عن المؤذي لأنفسنا وللناس بأل سينتنا فأنت تخوض حرب من نوع آخر الكلام اللي بينحكوا بشوه فكر الناس يحبطهم يضعف إيمانهم يوهن أنفسهم أنت قاعد بترد بكلام يوميا سواء ببوست أو بمقالة أو بفيديو تمام هذا ليس سهلا لأنه على الأقل هذا باللسان فيجعل الناس تتحمى عن المؤذي واضح؟ أو بقلبه فما استطعت أنك تتحمى عن المؤذي تحمى بقلبك بقلبك بأنه أن لا تقبل هذا الشيء في قلبك أن لا تشربه أن لا يشرب قلبك شبهة أو فتنة أو شهوة تمام؟ فلا يقبلها قلبك يبقى قلبك مطمئن بالإيمان اتجاه أن الله ناصرك وهذا مهم وخطابي لإخواني وأخواتي جميعا إن كنت تظن أنه يعني برأيك أنه لازم يعني يكون النصر بطريقة معينة أتوقع أنه أهم نصر يجب أن يحقق هو عقد عقد عقيدتنا وعزائم إيماننا بشكل راسخ وتوحيدنا لله عز وجل هذا النصر الحقيقي لأجل ذلك لما قيل أنت الجماعة ولو كنت وحدك مهما حصل أنت ستحاسب على ما في قلبك ستحاسب على ما في قلبك فحمي قلبك عن كل مؤذن الناس اللي بيقول لك والله قتل عدد كبير من الأطفال نعم هذه جرائم هذه جرائم كبرى لكن ما يدفعك هذا الكلام للظن أو للشك في عدلة الله عز وجل الله أراد أمر هذا الأمر صعب علينا فتنة كبرى نازلة من النوازل نختبر بها تختبر قلوبنا يعني لازم تعرف أنه الحصار والقصف الموجود على أهلنا في غزة موجود حصار وقصف على قلبك يوميا أنت كإنسان أيضا فبدك تعرف كيف يكون لديك حمية عن المؤذي لأنه هذه الحمية مهمة فكل ما يؤثر بسوء على مصادرك الذاتية وكل ما يؤثر بسوء على المصادر المحيطة فيك يجب أن تفهم ما يحصل وموقفك تتحمل بمعنى الصبر تصبر على ما يحصل تدفع كل الهواجس هذه ليست عدالة من الله لا حول ولا قوة الله بالله استغفر الله تعالى الله عن ذلك تجعل في دافعية عندك أنه مهما كان كل يوم تفكر تقدم جديد مهما كان وتجعل جاذبية حتى تستمر لأنه إذا ما صار في جاذبية لا هذه القضية في حياتك هي مسألة وقت وستنفر مشان هي إغراق الناس بمشاهد القتل والذبح والدم هدفه حقيقة أنه يقل الجاذبية الأمر من أي ناحية بيصير في نفور في النفس أنت مش نافر من القضية وعارف إنها عادلة وعارف إنها عقيدة ولازم تكون موجود لكن نفورك من مناظر الدم هذا شوي شوي ببعدك فتأخذك الحياة إلى طرف آخر فبتكون أنت رجعت لسكتان ولم تعد تقدم ما يجب أن تقدم من نتنبه لذلك الجاذبية مهمة أن تبقى جاذبية الأمور مهمة أن يبقى ارتباطنا في الأمور واضح وذو هدف ثم الهدف العلاجي الاستفراغ من الفاسد وكلمة استفراغ ذكرها ابن القيم لأنه مثلا شفاء المعدة أحيانا في أن تستفرغ ما في بطنك وشفاء الرأس أحيانا كانوا يحلقوا للشخص تمام مثلا في العمرة كان يقول التحليق مهم لأنه تستفرغ الأبخرة الموجودة في الرأس في الحجامة يستفرغ الدم الفاسد من الجسم ونفس الإش النفس كما يقول في القلب يجب أن تستفرغ الفاسد الموجود في قلبك إذن في فسادهم هون قبل الحمية عن المؤذي تمام قلنا التجنب لكل إثم يعني في هجم لكن أنت بدك تتحمى منها واضح لكن هنا لا في صار ضرر حقيقي إذن كأن حفظ القوة هو مسألة في عندي قوة معينة بدي أحفظها المكامل الموجودة في الحمية لا في هجمات بتصير بدي أحاول أصدها أتحمى منها أما في استفراغ الفاسد لا وقع الأمر في داخلي الآن أنا بعاني وهون بيشير أنه واجب القلب الانسحاب بما يحصل بالتوبة أن تتوب إن كان هناك أي فعل أو أمر وقع في قلبك واتباعه بالاستغفار منها لكن في التوظيف النفسي في التطبيق العلاجي فالهدف اللي هو استفراغ من الفاسد التعامل مع مشكلة وجود اختلال أو اضطراب حصل فعليا سواء في كميته أو نوعيته في كميته أو نوعيته فالهدف التخلص من تأثير حصل فعليا على مصادر الذاتية التخلص من شيء بيأثر على كفاءتي فعلا أو شيء بيأثر على عقيدتي وإيماني أو على قناعاتي أو على الأمنة أو على الفاعلية فيه اضطراب صار فيهم فيه اختلال فيه اختلال فيه كميتهم أو نوعيتهم أو في المصادر المحيطة التخلص من تأثير صار عميق واختلال واضطراب في موضوع تعاملي وأسرتي ومجتمعي اللي بتعامل معهم أو في التعامل مع الدوائر الفاعلة أو في التواصل مع الآخرين أو في الأداء التعاوني وهذا مهم جداً لأنه كما قلنا من جديد الدوائر الخمس أن نفهم ونتفهم ما يحصل نرفع من مستوى التحمل فنحقق الصبر وندفع كل الهواجس اللي دائماً بتترجعك خطوات للخلف مش للأمام نتزود بدافعية ونتأكد أنه كيف نجعل الأمور ذات جاذبية وهذا بيرجعنا وكان لازم هذه آخر آخر شيء أنه لما منعمل مع الناس كتدخلات نحن نعرف هذه المحركات كيف تصبح حركات لكن في تروس بدنا نحركها حتى تتحول إلى حركات فنحقق حفظ القوة أو الحمية عن المؤذي أو الاستفراغ من الفاسد والاضطراب الذي أصابنا يعني أتوقف هنا حسب الوقت دكتور بما أن نحن ملتزمين بساعة واحدة وإذا أحببت نفتح مجال الأسئلة شكرا لكم شكرا لكم دكتور يوسف نعم نفتح الآن مجال السئلة سؤالي الأول هو دكتور محل نظر للمعالج قلتم وحفظ القوة والحمية عن المؤذي والاستفراغ من الفاسد هل هناك المعالج بطريقة انتقائية حسب الحاجة أو حسب الداعي إلى ذلك أم بطريقة كرونولوجيكال يعني طريقة سراتوبية هو يعني هذه فنيات حقيقة تتبع حسن تصور المشكلة يعني إذا بنرجع للنموذج من الأشياء أو الكفاءات لأنه ما أقدم اليوم هو محاضرات وليس تدريبات حقيقة الفرق بين المحاضرة والتدريب في موضوع جديد موضوع المحاضرة يتزود الشخص بالمفاهيم والمعارف بحيث أنك ترفع كفاءة المعرفية وهذا اللي بيصير في الجامعات أو في المحاضرات التي تلقى حتى نعرف لكن التدريب هو عبارة عن تدعيم للكفاءة الأدائية اللي هي الكفاءة المهارية فالكفاءة المهارية أنه تفصل في المهارات اللازمة ثم تدرب الناس على المهارة بحيث يتقنوها وهذا دايما اللي نطرح أنه هل وحكينا ممكن في اللقاء الأول هل وجود يعني إذا كان بين إيديك خشب وعدة نجارة هل أنت نجار بالطبع بالطبع في ظلم في ظلم للأقسام الأكاديمية من ناحية أنه أنا طلعت ما بعرفش أشتغل حقيقة لما إحنا عملنا في الميدان وبلشنا نشتغل كمعالجين معناه أنه إحنا تدربنا مع المؤسسات العلاجية اللي هي هدفها بعد ما أنت تخرجت وصار عندك الكفاءات المعرفية اتزودك بالكفاءات المهارية ثم يشرف عليك حتى تستطيع أن تطبق وأنا آسف في هذه اللازمة لكنها مهمة جدا في الشرح إحنا تصورنا وتقييمنا مهم لكن موضوع التصور والتقييم في كفاءات مهارية متعددة حتى نستطيع أن نعطي الحكم السريري من وين وكيف وليش بدي أعمل هذا الكلام من أين وكيف ولماذا لأنه وخضرتك دكتور طبيب نفسي بتعرف أنه ما في حالة زي الثاني بتعامل معها دائما في عندك اللي هو اللي هو اللي هو الحكم السريري هذا الحكم السريري ببداية عملنا بيكون حكم على الكتاب ثم مع الخبرة يتوسع ويتوسع حتى تصبح هناك وهذه الكفاءة المهمة اللي أضفناها من خلال مدرسة المفاهيم النفسية الإسلامية وليسميناها الكفاءات الحكمية إحنا مدرب طلابنا كيف يصير عندك كفاءة بالأحكام السريرية وإعطاء الحكم الأنسب فبالتالي الكفاءات الحكمية وهذه توازي في الفقه كفاءة الفقيه في تصور المسألة يعني حتى الفقيه لما بتجي المسألة تصور المسألة مهم لأنه إذا لم يتصور المسألة يعني الحكم على الشيء فرعون من تصوره كما قالوا فحتى تعطي الحكم بدك تستطيع أن تتصور ف إحنا بحاجة لتدريب أكثر حقيقة ونعرف الكفاءات حتى نستطيع يعني أن نعطي أحكام مختلفة كيف نطبق شكرا تفضلي أخت تسنيم يعطيكم العافية أول إشي بس لأسأل فيما يخص أنه أحيانا الأطفال ممكن يكون في تعامل مختلف عن الكفار يعني مثلا إذا أجع طفل ويحكي لي أنا من هاي الأزمة فأدت أبوي وإمي طب ليش ربنا أخدهم مني طب أنا مش حابة هيك وما إلى ذلك إيش النقاط الأساسية اللي أقدر أركز عليها لأنه ممكن يصير في حقد أو شيء مثل ذلك وبس يأتك العافية كثير بيعتبد أختي الكريمة على العمر عمر الطفل بيحكم وطبيعة ما يحصل مع الطفل مهم الآن يعني في الأوضاع اللي بتسير واضح إنه إحنا بحاجة إنه نوجه رسائل موحدة للأطفال واللي بيعزز الرسائل الموحدة ممكن بعض الرسوم بعض البرامج اللي بنأهل الأطفال لتبني تبني قواعد أساسية معرفية يبنوا عليها الآن الطفل إيجا وقال ليش أبوي وأمي ماتوا ليش الله أخدهم أنا بأوضح له زي ما إحنا تعلمنا منه إحنا صغار يعني دير بالك طرح حكمة الجدات مهمة أحيانا إنه هم يراحوا على الجنة الآن لما يبلش يرفض بعض الأشياء ويناقش فيه شيء مهم إحنا الأولاد تحت التسع سنوات ما منحاول نناقشهم بزيادة في الموضوع والسبب إنه ردة فعله طبيعية أن يعترض وهذه ليس سخطا وليس اعتراضا على إرادة رب العالمين تمام فمنتركه يحكي ويعبر لكن منحاول نثبت المسألة والحقيقة الأساسية إنه بابا وماما أو ماما أو بابا راحوا على الجنة وإحنا هنروح ونشوفهم بعدين واضح القز تمام فيه فيه إشكالية كبرى أحيانا في التعامل مع الأطفال اللي هي إحنا إحنا اللي منكون فزعين من سؤال الطفل يعني أعطيكي مثال لو أجي الطفل وسألك ليش لون سيارة الأجرة أصفر عمره سبع سنوات ثمان سنوات من جاوبه لونها أصفر لأنه هيك دهنوها لكن ممكن طفل عمره ست سنين أو سبع سنين يجي يسأل أمه ويحكي لها كيف أنجبتني الأم بتتكركب وبتصير حالتها حالي ومش عارف إيش لأنه بتخاف جدا رغم أنه في هذا العمر سؤال الطفل ليش تكسيلونه أصفر لا ما بيفرق عن فضوله أنه بدي يعرف كيف أنجبتني يا أم بنفس الطريق ف الفزع من الإجابات والفزع من تبعات الإجابة تمام هو اللي أحيانا بيخلينا ردة فعلنا توحي للطفل أنه فيه إشي خطأ بشان هيك دائما بعد إجابة الأسئلة بشكل محدد من حاول الروح لكل أشكال الإلهاء للطفل طيب تعال خلينا ناكل تعال نحضر هالشغل المعينة تعال نروح نزور عمك فورا لازم ألهي الطفل بإشي ثاني السبب حتى أقطع عليه كل الخواطر ويلتهي بشيء جديد الآن فيه ناس سراحة يقولك طيب فيه بعض الأطفال حيظل يفكر في الموضوع نعم بعض بعض دائما فيه البعض فيه النسبة اللي شو ما عملت حيظلها معرضة للخطر إحنا بنحكي عن توجيهات عامة لعموم الناس لعموم الحالات اللي بتزبط مع 90% العشرة بالمية يعني فيه أشياء دقيقة تلزم كل شخص نعم نعم دكتور نعم لكن أنا بدي أفهم بداية إيش هي المشكلة فأنا فهمت أنه هذا الزوج انتقادي لي وللأولاد هذا الانتقاد اللي عمله بوجهه الزوج عمله بأثر على إحساسي بالكفاءة على عقيدتي وإيماني بأثر على قناعاتي بأثر على إحساسي بالأمنة بأثر على فاعلية بالحياة يعني هاي مصادر الذاتية أم بأثر على المصادر المحيطة بأثر على أسرتي والمجتمع على دوائر فاعليتي على التواصل ضروري أفهم على ماذا يؤثر بداية لأنه حسب على إيش بأثر هون بنتقل للخطوة الثانية هل يمكن دفع هذا التأثير إذا يمكن دفعه تمام من حاول نفكر بالدفع لا يمكن دفعه معناه من نصبر على ذلك وأكون صريح معكم الصبر الصبر نقهر عليه في كثير من الأحيان يعني بتجيك زوجي تشكو زوجها زوجها ما بده يجي للعلاج ما بده حدا يساعده ما بده يسمع من حدا وهو قاسي عليها جدا بطريقته بإسلوب وبكلام واضح فبتيجي بتسألها طيب يعني نعمل كذا نعمل كذا هي كل تفكيرها كيف بدأت تخلي الزوج يبطل يحكي هذا الكلام طيب قديش إليه بيحكي هذا الكلام بتقول لك من 15 من 15 سن حاولنا كثير وما بيحكي هذا الكلام إذن ننتقل لخطة التحمل خطة التحمل إنه أنا الواقع اللي بتعامل معه إنه الزوج هذا يعني لم يصلح في 15 عام إنه يبتعد عن هذا الكلام فمدام أنا بدي أستمر معه أستمر معه إذن بدي أنتقل لخطة التحمل خلاص أنا عارف إيش هو كيف بيتصرف شو اللي بيحكي لم يعد مفاجئا لي زي اللي بيحكي لك أنا يعني دائما والدي بيفاجئني قديش بنتقدني فسألت قديش إليك بتتفاجأ قال لي إلي 30 سنة بتتفاجأ يعني ما أقول 30 سنة بتتفاجأ ما قررت إنه هو هيك وأتقبل إنه انتهى الموضوع هو بهذه الطريقة سيبقى ينتقدني إذن أنا كيف أرفع درجة تحمل ثم اتدفع هون للهواجس لما يحصل معي وأيضا لأمر مهم هنا قد يكون الدفع أيضا أقلل الوقت اللي بقضيه قدر الإمكان يعني إن كان بقدر أخفف من تفاعلي من رؤيته من تعاملي معه ساعة زمن في اليوم يعني أنا بشوفه خمس ساعات إذا بخليهم أربعة معناه عمالي بساعد نفسي موضوع الدافعية هون والجاذبية بدها تكون لدوائر فاعلة جديدة إيش الأشياء اللي ممكن أعملها مثلا كلامه بأثر على إحساسي بالكفاءة الكفاءة الذاتية إذن أنا الدافعية والجاذبية تكون لأشياء تبني إحساسي بالكفاءة الذاتية يعني مثلا يكون إلي أخ يقول لي أنت ما بتفهم تمام بروح والله العمل معين بشتغل في الكل يعني مبهور بأدائي وقدرتي الآن إحساسي بالكفاءة هنا يخفف علي الأذى اللي بيصير في التقليل من إحساسي بالكفاءة من أهل بيتي أو الناس اللي بتعامل معه هذا يعني على عجالة لموضوع عام لكن لو فهمنا منك بشكل خصوصي نفصل الأمر بشكل أدق بالتأكيد شكرا تفضلي أخصباتون السلام عليكم ورحمة الله الله يعطيكم العافية ورضاكم الله يعطيكم دكتور دكتورنا الفاضل على نفس الموضوع موضوع الزوج الذي يؤذي في الكلام ربما أحيانا يعني موضوع الزوج عندما يكون مؤذي يختلف عن الإبن لو كان مؤذي يعني لو كان هذا الدور هو الذي يمارس الإبن الزوج تستطيع مثلا الزوجة أو الزوج إذا كان الزوجته هي المؤذية أن ينعزل عنه لكن الإبن يبقى إحساس بتأنيب الضمير أني أنعزل عن ابني وأن لا أساعده خصوصا إذا كانت فترة الأذى منه فترة ليست بالطويلة يعني مش من 15 سنة من 20 سنة فبالتالي أنا أعتبر أنه خلص دوري في أن أتحمل وأن أبني الجاذبية لدي في أمور أخرى إنما في فترة سنة أو سنتين بصير عندي إحساس أني أريد أن أساعده قبل أن يستفحل هذا الأمر يعني لا أستطيع أن أبني جاذبية لأنه لدي إحساس بالمسؤولية تجاه أن يريد أن أساعده حتى لا يصل إلى مرحلة 15 سنة وال20 سنة ويصبح مؤذي لزوجته وأولاده فيما بعد كيف التعامل مع الإبن المؤذي الذي يؤذي باستمرار بكلامه بالدقاداته بتقييمه لوالديه باتهامهم بالتقصير باتهامهم بأشياء كثيرة جداً سيئة كيف يكون التعامل في هذه الحالة يعني إحنا أهل فلسطين لدينا مثلاً نقوله برش يعني إذا موجود عندكم أهل فلسطين يعني إذا كنت من حوالين نابلس زي يعني المثل مشهور من حوالين نابلس ما حدا يعني الزوج ممكن ما يقدر ربي مرته بس الولد بيربيها إيش المقصود في المثل هذا إنه كما تفضلتي تأثير الولد على الأم كثير عميق ممكن تعزل إحساسها بالأذى من الزوج وتتحملها الحياة لكن الولد تمام هو فيه شغاه في القلب تمام فبيضل القبق عليه والخوف من المستقبل وقوي فهذا يغير أنا بدي أحكي لك إياه شوي صعب لكنه أساسي وفي المحاضرة الأولى ما بعرف إذا حضرت المحاضرة الأولى حكينا إنه مهم جداً زي ما منفهم إحنا الإنسان نفهم المحيط اللي بيعيش فيه لأنه منطلقنا منطلق واقعي نفهم واقع الإنسان واقع الحياة الآن هل أنت مسؤولة عن سلوك ابنك الآن نعم يعني يعني هو الآن اقترب من الواحد والعشرين طبعاً لست مسؤولة عنه هل أنت سؤالي واضح بس أنا لا إني ما سمعت هل أنت مسؤولة عن سلوك ابنك بما أنه عمره واحد والعشرين ثاني إذن لست مسؤولة هو المسؤولة أليس كذلك؟ إذن مين مسؤولة مين مسؤولة عن سلوك ابنك؟ هو نفسه إذن شعورك بالذنب سببه شعورك بالمسؤولية على سلوك ابنك ولا شعورك بالمسؤولية على سلوكك أنت اتجاه ابنك؟ لا شعوري بالأسف عليه أنه يكون بهذه الطريقة شعوري بالأسف أن يكون في المستقبل زوج مؤذي وأن يكون شخص مؤذي يعني شعوري بالأسف حزناً عليه ألماً على حاله ابنك فصل لا أنا أسمع حضرتك لحظة كأنه فصل للحظة ارجع بس احكي لي لأني ما أسمع أنا بعتدد نعم سؤال حضرتك أني أشعر بالأسف عليه خوفاً يعني ما لش سؤال حضرتك أنا أسف هل تشعري بالذنب؟ هل تشعري بالذنب؟ لأنه بتشعر أنك السلوك اللي بيقوم فيه سلوكياته أنت مسؤولي عن سلوكياته ولا شعورك بالذنب لأنك أنت مقصرة بمسؤولك تمام دكتور هو ليس شعور بالذنب بقدر ما أنه شعور بالألم تجاه أن يكون بهذه الطريقة تمام؟ يعني شعور بالألم أن يقول حاله إلى هذا المآل أو أن يستمر عليه في قادمات الأيام فيكون في المستقبل زوج مؤذي لزوجته ولأبنائه يعني الشعور ليس بالذنب وإنما شعور بالألم داخلي أن يكون على هذه الحال شوفي أختي يعني أنا بالعيادة بعلم الناس شغلي كثير مهم مع الأسرة أنه أحيالا أن يتركوا الناس لأقدارهم ما يدخلوش في القدر الزيادة عن العزوم والسبب أنه تكوني مسؤولي أنت عن سلوكك يعني شعورك بالمسؤولي يتجاه سلوكك اتجاه لكن بعد هيك واضح أنه في أولادنا والناس اللي بنعرفهم إحنا مش هنقدر ربيهم بس حتى ربيهم الدنيا وحيربوهم الناس تمام فواضح أنه معين لما نكون مقهورين بالقدر فلهم أقدارهم فلهم أقدارهم صحيح الإشكالية لما يكون التعلق الزائد وهذا موضوع الصلة اللي يعني محب ممكن نقدم لكم شيء فيه تعلق الزائد يجعل قلبي متعلق في ابني أكثر من ربي وبالتالي سلوك ابني يسبب لي وهن نفسي يعطل عباتي وطاعتي وإحساني فيما أقوم به من عمل هذا بيسير لكن إن كان معطلاً وصار قلبي متعلق أكثر مما يجب في ابني فبدي أعرف كيف أفرغ قلبي إلى حد معقول بمعنى بمعنى إنه لازم للحظة من اللحظات ما نسمح لمين ما كان حتى أولادنا يبتزون عاطفياً ويعطلوا عبوديتنا لله عز وجل هذا أساسي وبالتالي للحظة من اللحظات حاولت مرة تنتين سنة تنتين خلصت الأمور اللي علي أنا مسؤولياتي قائمة بها فأترك لرب العالمين وأقول بينه وبين نفسي هون الدفع للهواجس اللي بتصير جواي تركته لقدره عند رب العالم أنا ما بارف إيش قدره عند رب العالمين تمام وأثبت على ذلك وأثبت على ذلك تمام ونعمة بالله دكتور شكراً شكراً أمدار فيك لا يعني أني أنا بحب ابني أنه ابني يكون إنسان صالح للأسف مهما أحسنت في تربيته له قدر عند رب العالمين شكراً دكتور هناك سؤال مهم له علاقة بالأحداث شكراً تقول أخت أمال الله يعطيك العافية دكتور من بعد إذن كيف يسيطر على مشاعر الذنب تجاه ما يحدث لإخواتنا في غزة وكذلك مشاعر العجز والقهر حرفياً أشعر بتمزق في قلبي ووصلت لمرحلة أشعر بتأنيب ضمير إذا مر يوم ولم أشعر بذنب اتجاههم وإذا عملت ناشاط وشعرت بمتعافيه كذلك لا أستطيع النوم بشكل جيد وأتعمل مشاهدة الفيديوهات للشهداء والناس هناك كنوع من مشاركتهم ولو بجزء من الألم كذلك وصلت لمرحلة بدأت أستخف بمشكلات المراجعين عندي وأقارنها بشكل غير واعي بمعاناة أهلنا في غزة وحاول قدر الإمكان التفكير بطريقة إيجابية وأثبت قلبي بقراءة القرآن والدعاء والقراءة في الإبتلاءات وأجر الصابرين والشهداء جزاك الله خيراً أخت الكريمة يعني اللي بدأحكي ممكن بعض الناس ما يعجبهم حقيقة لكن وهن النفس وهن النفس للحظة من اللحظات بيخلي دافعيتنا اتجاه لاستمرارية وبذل جهد أقل وبالتالي هذا الوهن ما بنقدر نمنعه بالكامل لأنه نتألم لحال إخواننا نتألم لحال ما يحصل معهم نتألم لكل هذه المناظر ننشوفها إن كانت هذه المناظر بتأثر عليك لدرجة التعطيل لهاي الدرجة إذن أنت بحاجة لحمية من المناظر اسمعي الأخبار لكن لا ترسور اسمعي الأخبار بعض الأخبار لا ترسور اسمعي من الأخبار ما يدفعك لشو للعمل للعمل لأنه حالك حال كثير من الناس بالفترة الأخيرة بيسألوا إنه هذا الشيء اللي عمالنا منشوفه عماله يضعنا في دائرة العجز وبالتالي إحنا أصحاب عقيدة وأهل قضية هامة ودائرة العجز هاي حتخلينا نخرج من الخدمة كما خرجت دبابات العدو من الخدمة تمام فإحنا بحاجة هون لمنهجين المنهج الأول إني أعرف وين الأمور اللي عمالها يعني بتأثر بشكل كثير كبير علي بالشكل اللي صرت أخرج عن الخدمة تقلل من فعليتي تدخلني دائرة العجز هاي بدها حمية ثم ما هي الأمور اللي ممكن تساعدني وهون إحنا بنحكي عن إيش تحفظ قوتي الأمور اللي بتحفظ قوتي وبالتالي من الأمور اللي بتحفظ قوتي بجوز إنه أغير يعني عدد المشاهد هاي وأشوف المشاهد اللي يومياً نرى فيها خسائر العدو خسائر المالية المجتمع الغربي وتغير الرأي فيه هذا أيضاً بيخليني فعلياً للحظة من اللحظات بعد الحمية من المؤذي أحفظ قوتي أحفظ قوتي إحنا بحاجة إنه نوازن ما بين حفظ القوة والحمية أنا شخصياً معدل رؤيتي للأخبار يومياً يومياً على طول اليوم هو ساعة واحدة فقط هذا أنا شخصياً وهي قضيتي واضح؟ والسبب إنه بقية الوقت أنا بحاجة أعمل لهذه القضية أكثر ما تهن نفسي تهن نفسي بدك تتخيلي فعلياً اليوم جندنا الموجودين اللي بيقاتلوا قديش راح من أهلهم هذا المجاهد لو ترك نفسه الآن لوهن النفس شو حيصير فيهم؟ كلهم راح لهم أهل للعلم القصف العشوائي في كل مكان الهدف قتل ناس في كل مكان حتى يعني بأي طريقة يصيب هؤلاء الناس بالوهن هذا الإنسان كيف بده يحفظ قوته؟ كيف بده يمكن عقيدته إيمانه؟ كيف بده يعرف أنه أهله شهداء في سبيل الله؟ كيف بده يبقي على فاعليته؟ لأنه بقاءه في هذا الميدان ومتابعته هو اللي بيخلي هذه المعركة تتجه تجاه النصر والصبر بالتالي إحنا زي هؤلاء الجنود مشاعرك نبيلة ومشاعر الناس نبيلة تجاه إخوان وهذا يعني من التكاتف والتعاطف وهذا البنيان المرصوص تمام؟ لكن في نفس الوقت واضح إنه إحنا من نفكر كيف نستمر ميزان حفظ القوة والحمية عن المؤذي ضروري فلأجل ذلك قلل المشاهد المرئية وأنا برجع ويقول إحنا بحاجة نتألم الألم أحيانا بيحرك والذنب أحيانا بيحرك على مقصد الذنب هون شعور اللوم وهو لوم لنفسنا اللوم هو من أهم مصحيحات النفس أهم اللي بتسير في داخل أنفسنا الحراك النفسي اللوم والألم بحركنا فشيء منهم مقبول حيقدي إنه مظلنا نتحرك لكن في نفس الوقت إحنا بحاجة نحفظ قوتنا وأيضا نتحمى بشكل مناسب عن الشيء اللي عماله بيخلينا نصير في حالة واحدة وأصد الله لك التوفيق شكرا سمجد تسأل قلتم في المحادرة السابقة أن لكل فعل طبيعي طبيعي أو طبعي أو قصري طريقة علاج مختلفة مثلا إذا كان الأمر طبيعي يعني المشكلة عندنا في ضعف الشعور والقصري على أكس ذلك هنا أنا أسأل طريقة علاج لكل مشكلة هذا قاموس أصبح لأنه إذا بدي أفترض مشاكل بناء عليهم وبلش أحكي على طرق علاجية يعني صعب صراحة سؤال كثير كبير وعام لا يمكن إجابته لحرصي على إجابة متوازنة وحقيقية لكن خلينا نعود يعني أنه لما إحنا منتعامل دعني أحكي بعموم مع السلوك الطبيعي معناه من نخلي الشخص يشعر به يشعر به لما نتعامل مع سلوك قصري معناه من نزود الإرادة مشان هيك مثلا إحنا في علاج الوسواس الآن في العلاج الوسواس بالنسبة لنا في هذه الطريقة اللي هي إحنا منروح للمنع النفسي أكثر تمام نقول إنه مشكلة مريض الوسواس في الإرادة فنحن نعمل على القصد والعزم والنية كل هاي ما قبل الوسواس لتدعيمها حتى يصبح الشخص ذو إرادة أعلى فيستطيع منع الاستجابة للوسواس في المقابل إذا منحكي عن شيء طبعي كطباع معينة طباع سيئة تمام بمثلا طبع بكثرة تصفح الهاتف ما بتشعر بحالك خلاص بتلاقي حالك تلقائيا من غير ما تشعر مسكتها التليفون وبلشت تتصفح تمام فنحن هنا نتحدث عن تعزيز الشعور بالوقت فإيش بنعمل نطلب منك إذا مسكت الهاتف تشغل التايمر تمام اللي هو العد العكسي لخمس دقائق وكل ما انتهت الخمس دقائق تشغل خمس دقائق لما بتمر الخمس دقائق قبيرين بيصير عندك اللي يسمونه بالإنجليزية sense of time أو الحس بالوقت فلما يصير عندك الشعور هذا الإحساس بالوقت هنا تحول الشيء الطبعي لقدرة لما مجرد بلشت تشعر فيه أيضا تستطيع أن تمنعه أو تخفف يعني هذا على عجالة وبسرعة شكرا آخر سؤال يا أخت وفاة تقول كيف نساعد أولادنا على فهم هذه الأحداث يعني في الزع دون أن يصيبهم اليأس أولادنا بحاجة نشرح لهم شوي من تاريخ فلسطين من هويتنا من وجودنا من طبيعة العرب المسلمين البعثة لازم نربطهم بالعقيدة نقولهم أن هذه البلاد فيها أقصانة ومسرانة وهذه بلاد مقدسة نحكي لهم عن صلاح الدين نحكي لهم عن العهدة العمرية تمام هذه الأمور حتى يعني نرتب الخارطة المعرفية لطبيعة هذه المنطقة الجغرافية وهذا مهم جدا أيضا نوضح دورنا إحنا ليش نهتمين بهذه القضية وشو يعني الاعتداء على إخواتنا وأخواتنا المسلمين وشو يعني دم المسلم يعني هاي المحاور مهمة جدا لازم نشرحها لأولادنا حسب العمر لكن هي هاي المحاور الأساسية التي يجب أن نشارك بها أبنائنا أخير أخص مجل تسأل هناك تدريب لهذه المفاهيم وهناك كرصاص وخدورات تدريبية لحضرتك نعم إحنا يعني بداية العام عنا دورة تدريبية مدتها عام كامل في ثلاث شهور حيكون عن الأمن النفسية وست أشهر حتكون عن المنع النفسية العلاج المرتكز على البنع النفسي نصل الآن إلى نهاية هذا اللقاء نشكر نشكر كثيرا الدكتور يوسف مسلم على هذه المحاضرة ونشكر لدينا حضره وأثروا اللقاء بأسئلتهم والذين ساعدوا في في تنظيم هذه اللقاء ونأطي لكم موعد إلى الأسبوع المقبل بحول الله مبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بأسئلتهم وفي جهودكم وشكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر